دول بنات جداد وعاوزك تعلميهم الشغل وتعرفيهم نظامنا هنا كويس من عناية يا أستاذ حامل مفيش حد هيعرف يعلمهم تعليمات الشغل بتاعنا زيك ما ينفعش علمهم أنا احنا شالينك لوقت عوزة بس هقف معهم برضو عشان استفيدنا كمان أنا مبسوطة لأنكم هتشتغلوا معنا وأكيد هتتعلموا حاجات كتيرة قوي هنا وبكرة ولا بعدو واحدة فيكم هتكون بتعلم ناس جديدة تانية جاية تشتغل معانا احنا مستعدين أهم حاجة عايزكوا تعرفوها في شغلانتنا دي هي النظافة والنظافة تبدأ بغسيل الإيدين قصدك بعد ما ناكل هتغسليها قبل وبعد ما ناكل ومش بس كده أمال إيه احنا هنا لازم نغسل إيدينا قبل ما نلبس بلط الشغل أغسل إيدي قبل ما لبس بلط الشغل أيوة لأن احنا بنبقى جايين من الشارع وممكن إيدينا ما تبقاش نضيفها آه أنا كده فهمت وكمان قبل ما ندخل صالة التعبئة نغسل إيدينا بس كده نغسل إيدينا كتير قوي النظافة مهمة جدا عشان نحافظ على صحتنا وصحة غيرنا ما احنا طول اليوم ما قضيانها غسيل إيدينا طيب ما تنسيش تغسلي إيدك قبل ما ترجعي الشغل ليه بس عشان لو واحدة لمست عينيها أو ودنها أو بقها لازم تغسل إيديها على طول ممكن أستأذن أدخل الحمام؟ اتفضلي بس خلينا فاكرين مهم جدا نغسل إيدينا بعد الخروج من الحمام حاضر ها لحد كده فهمين يا بنات؟ فهمين ولازم برضو تغسل إيديك بالطريقة المزبوطة زي ما انتم شايفين وكمان بلط الشغل لازم يكون نضيف ومقفول للآخر وغطى الراس لازم يغطي الشعر كله لغية الودان زي كده؟ أيوة كده بالزبط بس ما ينفعش تحطه دابابيس في أي حاجة لابسانها وإيه السبب لكده؟ عشان ما فيش حاجة تقع في الخضار أو الفكهة اللي احنا بنعبيها فنبمن سلامة المنتج برافو عليك وخليكوا فاكرين لازم نعقم جزامنا في حود التطهير قبل دخول صلط التعبئة دي كل حاجة هنا معمول حسابها وكل حاجة نضيفة لازم طبعا لأن ممكن تحصل مصيبة لقدر الله لو ما التزمناش بالتعليمات دي ونتسبب في أزية أي حد وممكن كمان توصل لحد الموت ونخسر سمعتنا وشغلنتنا ولازم تقصوا دوافركم وما تلبسوش أي خواتم أو سلاسل وطبعا الكولونيا ممنوعة ينفع ناكل وإحنا بنشتغل؟ الأكل جوه الصالة ممنوع نهائي ولا حتى البان وممنوع يتشل أي أكل جوه الدوليب يعني ناكل وقت الراحة بس؟ مظبوط ولو أي واحدة تجرحت في إيدها أو كانت عيانة ما ينفعش تدخل صلط التعبئة ده احنا كده كننا دخلين قوضة عمليات هو كده بالزبط لازم نحافظ على سلامة المنتج اللي نازينا حياكلوه أنا هنفس كل اللي قلت عليه بالحرف ده كلام جنيل ولو شفتوا أي حاجة عكس اللي احنا قلناها تبلغوا المشرف على طول هنلتزم كلنا بالنظافة في الشغل مش بس في الشغل ياريت يكون ده أسلوب حياتنا في البيت كمان قدسي خلاص خلاص أنا عارفة قبل ما تقولي أنا رايحة أغسل إيد النظافة حماية ليكي والبيتك والشغلك كمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر